الموقع الإلكتروني لليوم السابع عامل موضوع الحقيقة معصبني جدا ومزعلني جدا من سعب ما شفته نشر صور لأطفال في قرية جنب أسيوت وهي رايحة لمدرسة الصبح العيال متشعبطة على تريسيكل بشكل غير أدمي وغير إنساني يعني أنا مش عارفة بجد أنا مش قادرة ألوم الأم اللي ثابته وثابت ابنها يروح للمدرسة كده ومش قادرة أقول لهم يعني إيه هما الولاد حيعودوا في البيت هتعمل إيه يعني ما قدامهاش غير وسيلة المواصلات دي فين الحكومة بقى هناك إنه يبقى فيه أي وسيلة مواصلات أدمية بصوا المنظر عاملت إزاي يعني بجد إيه ده بجد إيه ده ده مش بقى لو حد خبطوا من وراء ده لو مطب جامد ولا فرم الفرمالة جامده مرة واحدة كل دول حيقا حيتنطرو حيقوا عليهم العربيات الجامل ملكبين جوه وبرا جوه وبرا وكل حاجة يعني هي العربية عبر عن كتل البشر كلها عشان يروح للمجرسة بالزبط كده يعني بجد فين أي مجتمع مدني يقول إن إحنا ممكن نساعد نزيب أي شكل من الأشكال نجيب ميكروباسات صغيرة نساعد بأي شكل من الأشكال يعني الحاجات اللي بتدور على حقوق المرأة والطفل يعني متعالي مفروض إن هم يمدوا يد العاون طبعا بعد الحكومة بس فين فقول أطفال طبعا اللي هي أهم حاجة يعني أنا مش عارفة هل يردي مين إن أولاده يروحوا المدرسة بالشكل ده وما يرديش حد صراحا ما يرديش حد على المستوى الإنساني ما يرديش أي حد أولا التروسيكل اللي إحنا شايفينه دلوقتي أو أيا كان مسمدة مش وسيلة مواصلات ولا ينفع حد يعني ما ينفعش بني أدمين يركبوه ولا أطفال وأكتر من عشرين طفل يعني زي ما ماها بتقول لو مطب بسيط لو طفل عطس لو حصل أي حاجة الأطفال دي خلاص فارم المعزة بتاع طلع التجري مثلا فارم الفجأة انتهينا فين يعني كل أب وكل أم دول ولادهم أيا كانت معيشتك عاملة إزاي وأيا كانت حالتك الاقتصادية وأيا كانت حالتك المادية ما يفعش إن إحنا نجازف بعيالنا كده أكيد فيه طرق تانية أنا عندي يروحوا ماش ورجليهم تتفرم من الماش بس ما يبقاش الرزق عالي بالطريقة دي لا والأغرب من كده بقى بشوف متشعبتين حرام على عربيات النص نقل يعني يعني ما فيش أنت عارفة بره يعني الأطفال دول بيعملهم إزاي يعني بيشلوهم فوق رأسهم ويمشوا ده البيبي لو ما كانش فيه كار سيت يتولد يعني الأم تستلموا من المستشفى ما يرضوش يتقول البيبي للأم غير لما يتأكدوا في أمريكا إن الكار سيت موجودة ممنوع إنها تاخد البيبي بتاعها من غير ما يتأكدوا إن الكار سيت موجودة في العربية بس يعني بتهتم طيب إحنا معانا تليفون هيسم البدري غراسل اليوم السابع في أسيود أهلا بك يا هيسم أهلا السلام حضرتين هيسم الصورة دي إحنا كلنا كنا لسه منقول إن إحنا متضررين منها جدا هل المحافظة عندها علم بأن دي وسيلة مواصلات بين القرى والمدارس ولا إيه؟ ممكن أنا عايز أقول حضرتك ممكن إن محافظة أسيود زيها زي باقي كتير جدا من المحافظات وخاصة القرى مثلها زي باقي القرى المصري المنظر اللي إحنا شايفينه النهار دي مش في أسيود بس طبعا إحنا عارفين بس يعني بما إن الصورة دي نزلت عندكو عن أسيود فبنتكلم عن أسيود آه تمام المركز اسم أقودين اللي أنا عايز أقول له حضرتك في بعض القرى مزلت تعاني من عدم وجود مدارس قريبة من منازلها أو مدارس قريبة من القرية بالزبط وبالتالي بيلجأوا لأقرب حاجة في المحافظة صحيح وكمانه وكمان اللي أنا عايز أقول له حضرتك عليه إحنا النهار دا في حالة توسع مش هنقول توسع عمراني لأن ممكن لو كلمة مصالح توسع عمراني ممكن يكون دا في الطرق الصحراوية والمدن الجديدة لكن فيه توسع حتى في الطرق في الأراض الزراعية دا حي دا دي المدرسة الوحدة في القرية والمدرسة الوحدة القريبة من القرية الأم ما بتبقاش بتكفي أو ما بتبقاش قريبة في الطلاب فديضطروا إلى ركوب التروسيك دات بلسال عدد كبير من مدارس المحافظة هنا في القرى وخاصة أنه وحنا تكلمنا عن قرى زي مركز مثلا مركز أدنوب في محافظة أصيود في قرى عرب الأددية في جزيرة بحيج في عدد كبير جدا من مدارس الوحسيلة الوحيدة لإما التوك توك أو التروسيك الاتنين أحطر من بعض الحقيقة والاتنين أحطر من بعض لأنهم عربات مكشوفة لا واللي بيسقوهم أطفال برضو أنا شفت التوك توك دا بيسقوه 13 سنة و14 سنة وحاجة كرسة يعني فزي ما بقول لحضرتك خاصة من الصورة مثلا عرضة المعودة من قرى أبو تيج بنتكلم عن حضرتك شافة كثيرة وشكلها إزاي العربيات الرابع نقل العربات الرابع نقل أنا عايز أقول لحضرتك في فترة المدارس العربات الرابع نقل دي بالعربات الرابع نقل بتوصل لمرحلة أني ممكن يبقى فيها ملاقين عن عشرين أو تلاتين طالب فوق الجوة العربية وفوق العربية ولو رجينا برضو لورا شوية هنبص المتر السوكات دي كانت سبب حواليس كتير جدا مفيش رقابة طيب يعني مفيش لا مفيش رقابة احنا نقدر نقول حتى اللي هو الأمن أو المرور بيبقى فقط في المدن أو المدينة لو احنا نيجي نتكلم النهاردة عن الأمن في محافظة أصيوت أو المرور في محافظة أصيوت اللي أني فقط المرور بتركز فقط في الأماكن اللي هي أماكن المدينة لكن إن انا نصر للقرى نحاسب الناس دي نحاسب الناس اللي بسوء التوك توك نحاسب الناس اللي بسوء التروسيكلات لا دي مش موجود حتى النهاردة وإحنا بنتكلم حضرتك مش موجود قانون ينظم هذه الوسيرة التي أصبحت وباء أو مرض في محافظات الجمهورية بأكمل بما أنك أنت هناك يا أستاذ هايسم أنت شايف أن ممكن تكون فيه إيه الحلول يعني حلول مجتمعية مش هنطلب الحكومة بكل حاجة ممكن نعمل إيه صحيح نحن مش نطالب الحكومة بكل حاجة لكن فيه إجراءات المدن مفترض أن يكون أن تتبع من هذه الإجراءات مثلا أن الجمعيات في بعض أنه تم إنشاء جمعيات زي جمعيات الركاب في المدن أو في المحافظات والتيسير لها لشراء مثلا سيارات صغيرة بالقسط او أن احنا نيسر جزئيري تحديدا لأن أعتقد من حاجات المعقدة جدا عندنا حتى الآن موضوع أن ننشئ مثلا جمعية للركاب أو نقوم بشراء سيارة السيارات دي تبقى غالات السمن أو غالات السمن بشكل كبير جدا فالجمعيات دي الجمعيات المحدودة اللي هو داخلها محدود جدا بيعتمد فقط بس على التبرعات أو دخول بعض الأشخاص فأسهم بيبقى أولي جدا أن نحن نشتير حاجة كنت لسه أسأل حضرتك هل ممكن مثلا رجال الأعمال في أسيوت أنا عارفة أن فيها ناس ما شاء الله عليهم ورجال الأعمال كبار يتعاون مثلا المحافظة تدير هذه العملية عايزة أقول لحضرتك أن محافظة أسيوت فيها كل التناقضات محافظة أسيوت هي من أفقر المحافظات أنا عارف أنا عارف ومحافظة أسيوت أيضا أعلى سعر متر أراضي موجود في محافظة أسيوت محافظة أسيوت أيضا فيها أكبر نسبة لفروع أكبر نسبة لفروع البنوك هنا في المحافظة لكل بنوك الجمهورية والخاصة والعامة والحكومية وكل البنوك في رجال أعمال أه في رجال أعمال معظم أو كبير كتير جدا أن رجال أعمال تسمع حضرتك عنهم في القاهرة أو حتى في المحافظات معظمة من محافظة أسيوت اكبر شباب موجودين في محافظات او في الدول الاتحاد الاوروبي موجودة من السيوات لكن ما زلنا حتى الان المشروعات لو عايزين النهاردة شابه بيفتح مشروع يصطدم بالقوانين والعرقيل والروتين المنظم نفس هذه المشروع يعني احنا هنعتمد على حضرتك كمراسل اليوم السابع بقى سيوات ان حضرتك برضو تبلغ صوت الناس دي لسيادة المحافظ يمكن يقدر يساعد بحاجة يمكن يقدر يعمل دعوة تتبنىها المحافظة فاكيد هتفرق جدا احنا عارفين طبعا المشكلة دي في كل قرى بنشكر حضرتك جدا وستاذ هايسم البدري اهلا بيك